بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زلنا مع اللايم ستبليزيشن والنهاردة هنتكلم عن part 8 من chapter 7 soil stabilization missiles والنهاردة هنتكلم عن chemical and physical change of lime stabilization يعني ماذا يحدث عند وضع اللايم على السويل عشان نعمل لها stabilization فبنقول أول نقطة عندنا يحصل تفاعل ما بين الجير والطربة الراتبة وبتغير من طبيعة الطبقة الممتصة وزي الكالسيوم آيونز بتبتدي تتبدل أو بتروح مكان السوديوم أو هيدروجين آيونز نقطة تانية اللي بتحصل فيها أو بيحصل للطربة المثبتة باستخدام الجير The double layer is depressed due to increase in cations concentrations but sometimes expand due to high pH value of A of lime نقطة الثالثة Lime reacts chemically with silica يعني بيتفاعل الجير مع كيميائيا مع السيليكا والألمونيا in the soils وفورمس بتكون natural cement composed of calcium aluminium silicate يعني بيكونني calcium aluminium silicate وجه تعتبر مادة مالهة مادة السمنتية يعني متماسكة In lime stabilization liquid limit قولنا بيحصل له decrease والplastic limit مالها increase طبعا انت عارف اني الplasticity index بتساوي liquid limit ناقص plastic limit لما الliquid limit ده بيقل والplastic limit بتزيد اكيد لا يحصل الplasticity index مالها هتقل Soil becomes more variable and workable خلاص بقت ايق لا قابلية للتشغيل The strength of the soil مالها improved يعني مقاومة الطربة بتتحسم لما عملوا تضارب على الunconfined compressive strength It increased up to 60% يعني مقاومة الضغط المحاط زادت بنسبة 60% and the modulus of elasticity of soil مالها كمان increase يعني يلقي كمال مالها زادت باستخدام الليم النقطة اللي بعد كده ان الليم causes decrease in tendency of attraction of water احنا عارفين ان الكلي من الحبيبات بتاعته صغيرة جدا لها شراها لاجتذاب المياه لما بتدي تحط الليم عليها بتقل قابلية او الطربة نفسها قابليةها لان هي تجذب من المياه اليها Soil resistance to water absorption القابلية rise and volume change on wetting or drying is increased يعني مقاومة الطربة لانتزاص المية او ان تحصل ارتفاع شعري او تغير في الحجم في الطربة الراطبة او الجافة بتحصل لها ان هي بتزيد Lyme stabilised paises and sub-paises تفقنا ان احنا بنستخدم الليم في تزبيت ال paises So sub-paises form a water resistance barrier which stops penetration of rain water يعني بتقلل او اسف بيحصل ان ديت ال sub-paises اللي شغالة من Lyme stabilised ديت بتبتدي توقف اختراق المياه بتاعت المطر لمين؟ الطبعا لو انت عندك علاقة ما بين الووتر كنتنت وما بين الجاما دراي فبنقول ان انا عندي هنا لو الطربة عادية هنا دي الووتر كنتنت ودي الجاما دراي ماكسموم بتاعتي لما منيجي نستخدم الليم ايه اللي بيحصل؟ الماكسموم دراي دينيستي الووتر كنتنت بتاعها بيبتدي تقل الشكل اللي انت شايفو كده مع استخدام الليم طبعا swampy area where water content is above the optimum it helps in drying of the mean soil يعني بتساعد في مين في تكفيف هذه الايه الطربة اللي هي في swampy areas زي ما انت شايف ان الليم دي تأثير كبير جدا في خواص الصويل ان كانت chemical او physical بيحصل تغيرات في الصويل نتيجة استخدام الليم في تثبيت هذه الطربة شكرا 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 شكرا